يعني الناس ممكن تستغربوا وإحنا ليه مهم نعلم أولادنا وليه مهم نسمع مزيكة يعني ليه مهم نعلم أولادنا المزيكة وليه مهم إحنا كبشر نسمع مزيكة عشان نتطور السؤال مش حلو بس يعني يابدو بدائي لا السؤال فمحلو جدا التعليم والثقافة والثقافة والفنون فنون كلها موسيقى ورسم ونحته أي نوع من الفنون ده بيرتقي بالمستوى بتاع مشاعر الطفل والنشق والشباب بيرتقي بمشاعرهم والارتقاء بالمشاعر المشاعر هي الحافظ الأول لأنك تبني يعني مشاعرك دايما هي الوقود بالتقود الوقود اللي بيغزي فكرة أنك تطوري من نفسك وتطوري من حواليك بأشكال مختلفة في العمل بتاعك في المدرسة في الصنعة لو صنع تمام صحيح وحد بيشتغل آه وحد بيشتغل يعني مش مش للمثقفين فقط أو المتعلمين تعليم عالي إنما حتى لبسطاء الناس بل بالعكس بسطاء الناس أقرب للاستفادة لأنه أما طول النهار أو طول الوقت إيده شغالة آه إيده شغالة وبيمارس الفن بشكل أو بآخر يعني بيسمع بيسمع موسيقى في الراديو بيتصامر مع أصدقائه فيعمقه يقوله نكت وده نعمل مصرحة برضي وده كلها فنون فدي في الآخر سعي لأن الإنسان يعني بيتطور من مهاراته وبيبقى عضو يعني مشاع في المجتمع اللي حوالي وبيأكد عليه فكرة الإنسان اللي فيه إنسانية أكتر ما هي عنف بالزبط آه يعني بتغذي فيه فكرة الإنسانية أنا بشوف كده أكتر ما تغذي فيه العنف حتى بعلاقته بالحيوان يعني حتى بعلاقته بالقطة أو الكلب أو الحيوان أي بيبقى المشاعره دي وإنسانيته دي حتى في علاقته بالحيوانات بتباع موجود موجود طيب معرفش بحسر